السلام عليكم. راح طلوب ركزك. شاملين يا رب تكونوا بخير. النهاردة ان شاء الله يا جماعة هنعرف مع بعض في الفيديو ده احسن الطرق علشان ننزل العب على الكمبيوتر في الفين اربعة وعشرين. على الكمبيوتر في الفين اربعة وعشرين او على البي سي يعني. هنشوف يا جماعة كزا مكان نقدر ننزل منه. العب على الكمبيوتر. هنشوف برضو ازاي تقدر تعرف ان اللعبة دي مناسبة عندي على الجهاز ولا لأ هنشوف الكلام ده كله مع بعض اهم حاجة بس قبل ان نبدأ الفيديو. انزل بسرعة اعمل لايك للفيديو. اشترك في القناة فعل الجرس هو هتنسى طبعا كومنت الجميل بتاعك على صديقي العزيز. صلي على رسول الله وخلينا نشوف دلوقتي مع بعض الكلام عليه. طبعا يا جماعة اول حاجة هنعملوها ان احنا هنفتح الكمبيوتر بتاعنا او البي سي بتاعنا وحنبدأ ندخل على اي براوزر عندنا. في طرق كتير يا جماعة عشان تنزل الالعاب بس احنا هنتكلم في الفيديو ده عن احسن الالعاب او افضل الالعاب او الالعاب الاكسر شهرة او الالان هيبقى فيه قبشينات كتير جدا يا جماعة. اول حاجة ان احنا اسفتح اي براوزر عندنا كل اللي احنا هنعمله ان احنا هنيجي نبحس عن سنكتب ايبك. ايبك اول مكان نقدر ننزل منه الالعاب. منصة جميلة جدا فيها العاب كتيرة جدا فيها العاب مدفوعة وفيها الى عب كتيرة جدا مجانية برضو. فاحنا هنشوف مع بعض ايه الفكرة في منصة ايبك. ان انا بالنسبة لي ايبك من اكتر الاماكن المفضلة لدي. مبدئيا فورتنايت عليه. وانا بقلع فورتنايت فانا بالنسبة لي فورتنايت رقم واحد. بس احنا لو جينا بصينا كده على الاستور او لو دخلنا على الاستور هتبقى معاك المنصة بالشكل ده. الميزة ايبك ان بتعمل على طول عروض. يعني انت لو بصيت هتلاقي ان في عروض كتير على الالعاب المدفوعة بلاس ان هي دايما كل اسبوع او اسبوعين بتنزل لعبة زي اللي احنا شفناها دي او اللي انا داخل عليها دي. اللعبة دي جماعة بفلوس يعني اللعبة دي بسبعة دولار مسلا بس نزل عليها الاسبوع ده مسلا او الاسبوعين دول خاص مية في المية فهي مجانية تقدر تاخدها بلاشة. بتضغط على جيت وتبدأ تشتريها بس انا لسه عشان مش مسجل بحساب يعني. فخلينا نطلع يعني. فخلينا ندخل على ايبك بقى انا منزل الابليكيشن انت لو عايز تنزل الابليكيشن كل انت هتعمله ان انت لما بتدخل هنا بتضغط على اللي فوق دي. على اليمين. بتبدأ تدوس هتلاقي في ملف هنا بدأ ينزل معاك. مش هيطول يعني. هو زي ما انت شايف مية ستة وسبعين ميجا. بعد كده بتبدأ تفتح الملف ده بيقولك بتعمل بيحمل ملف خمسمية ميجا حاجة كده تقريبا وخلاص. لما فيوش اي مشكلة. بس اول ما يفتح هيقولك حط لي اي سواء اكاونت بلاي سواء اكاونت جيميل اي اكاونت المهم ان هو يبقى ليك عليه وخلاص يعني طريقة سهلة جدا. فلو فتحنا مع بعض الابليكيشن او البرنامج ده هتلاقي ان هو عليه الالعاب كتيرة جدا. ممكن تيجي هنا على انا قلت لك طبعا موضوع اللعبة المجانية دي اهي كل اسبوع بيتزل لك لعبة مجانية. لو جيت هنا عند من فوق هتبدأ تلاقي الالعاب مسلا. فانت عايز الالعاب مجانية مش عايز الالعاب بفلوس. فلو جيت هنا على الجيمز تبدأ تحددها هنا تيجي السعر اختار انا عايز الالعاب المجانية. هنا مسلا لو عايز اهل من خمسة دولار اهل من عشرة دولار وهكذا. فانا مسلا انا عايز الالعاب المجانية. هتبدأ تلاقي العاب هنا كتيرة جدا. العاب كتيرة جدا جدا مجانية تقدر تنزلها. بلاص ان هي بتعمل عروض على طوله بتخلي فيها العاب مجانية. يعني جات في فترة خلت جراند جراند مجانية يا جماعي من العروض اللي نزلت ان جراند كانت مجانية. ففيه العاب كتيرة هتلاقيها هنا. العاب مشهورة جدا. والعاب مجانية يا جماعة. جمادين. بصوا زي ما انتم شايفين فيه حاجات كتيرة يعني. لو بدأت تتغير هتلاقي العاب كتيرة جدا مشهورة. مجانية عندك هنا. عندك فيه العاب كتيرة لذيذة يعني. بالاضافة الى اهم العاب المجانية. لعبة طبعا فورتنايت لعبة فيها العاب كتيرة اه لعبة مثلا اسمه ايه? اللي احنا كنا بنلعبها. اللعبة دي شبه جراني فان شاء الله هنعمل فيديو عن ازاي تنزل لعبة جراني فاللعب كتير يا جماعة موجودة على المنصة مجانية ودي حاجة لذيذة بلاصة من الالعاب المدفوعة نفسها ممكن ان انت تنزلها مجانية لما ينزل عليها عرض ان هي مجانية فدي ميزة كمان فجمدان يعني يا جماعي انها لو جيت عندي في مثلا وجيت حددت مش عايز احدد بقى حاجة خلينا جيب كل اللعب مش عايز او بص يا جماعي انها عندي الالعاب دي كلها عندي مسلا انا شاري تمن حاجات كل ده انا جايب لو دخلت مسلا على حاجة فيه ممكن تلاقي حاجة مسلا دي مسلا بسعر فلو تلاقيها انت عندك بفلوس بس انا ممكن اكون وقتها اشتريتها اللي هي كان عليها عرض مسلا ببلاش فانا كنت اخدها عادي ببلاش فهتلاقي العاب كتيرة مش عارف ازاي نسيت يعني بس حاجة من اهم الحاجات اللي ما تتنزقش فكده احنا عرفنا اول او اول برنامج عندنا وهو زي ما قلنا او برنامج تاني حاجة عندنا ودي الحاجة بقى الاخيرة في الفيديو ده ان دولة اهم تعتبر من اهم المنصات يعني تاني حاجة معنا منصة اسمها منصة دي برضو من المنصات اللي بتنافس اه اه ايبك ومليانة انا مش بنزل بصراحة ستيم انا بحب ايبك بس ستيم برضو من اكتر الحاجات اللي بتنافس يعني فهنا انت بتبدأ تدخل على ستيم ممكن برضو تعمل لها وتبدأ تثبتها زي برضو ايبك ما فيهاش اي مشكلة وتبدأ تختار اللعب اللي انت عايزها بس الفكرة ان هي المنصة دي بحس ما فيهاش العاب كتير حلوة ومجانية زي ايبك يعني ايبك اللي حاسسها مسيطرة في الموضوع ده فانت بتبدأ تدخل وتشوف لو فيها شوف حتى الالعاب قبل ما تنزل البرنامج بحيس ان انت تشوف انت عايز حينفعك ولا لأ يعني انت هنا لو جيت هتلاقي هنا مسلا اكتر الحاجات مسلا المتباعة مسلا هتلاقي فيها العاب كتيرة هنا حلوة مسلا فيه وهاي فهتلاقي العاب كتيرة هتلاقي هتلاقي حاجات كتيرة جدا مشهورة وفي حاجات مجانية يعني. في حاجات هتلاقيها مجانية كتير. فمسلا انت عايز الالعاب المجانية بس. فكل انت هتعمله هتجي رد دي. وتيجي يعني شاف هي على على الاخر بيقولك اغلق يعني اي حاجة. فانت هنا مثلا عايز تحديد. عايز عشرة دولارة. عايز عشرين. عايز لحد تلاتين لربعين. عايزها فري. هتجي عاملة كده للاخر. هتلاقي كل الالعاب المجانية عندك هنا. بص انا عمال انزل العمال يحمل. العاب كتيرة جدا جدا فوق ما تتخيل. بعدين لو طلعت كده فوق تشوف الالعاب ايه? هتلاقي فيها العاب كتير اه حلوة يعني يا جماعة موجودة هنا. لو جيت اه تشوف دي تقريبا يعني دي مود من حاجات اعتقد. دي في حاجات كتيرة يا جماعة ايبكس. اه الوات ده يا جماعة ده احنا ننزلها ان شاء الله وحنلعب يعني مع بعض. عندك ببجي. ببجي موجودة. في حاجات كتيرة يا جماعة. بصوا الالعاب ايه كل ده مجاني. كله مجاني. ايه فوتبول الفين اربعة وعشرين. فجمدان. بصراحة هو الموضوع جمدان. زي ما قلت لكم كل ده مجاني. فالموضوع الازيز. وان شاء الله يا جماعة يعني هنعمل بقى فيديوهات عن ازاي تسبب حاجة من دي حتى من منصات تانية لو انت عايز تاني. بس عشان تنزل الالعاب او احسن المنصات زي ما قلت لك. منصة منصة المنصتين دول من اجمد المنصات. فبس يا جماعة يعني كده احنا تكلمنا عن احسن اللعب. لو حابب بقى ان انت تنزل اللعبة. نصيحة يعني قبل ما تنزل اللعبة. مسلا عايزة نزل كونتر سترايك تو. هجي جاي هنا فاتح الاسم اي اي صفحة عندي. هفتح صفحة عندي. واكتب مسلا كونتر سترايك تو اهي. قبل ما نزلها. واجي كاتب سيستم ريكوايرمنت. ليه? علشان ابدأ اعرف مواصفات الجهاز. بدخل على الاول رابط عندي. وببدأ اشوف. المنموم. المنموم مسلا ان هي اقل لها حاجة عايزة تمانية رمات. تمانية جيجا رمات. فانت لو ما عندكش تمانية جيجا رمات مش هتبقي عندك شغالة. عايزة مساحة وتمانين جيجا. انت لو ما عندكش خمسة وتمانين جيجا. فدي مشياة يعني انت تزود اصلا يعني هو قال ل خمسة وتمانين. انت تخلي فيه عندك مثلا مية وعشرين. مية وخمسين. فهتلاقي ان هي بيحتاج بعد كده. فدي متطلبات مسلا تشغيل اللعبة. لو مش عندي مش هقدر انزله. فبس يا جماعة يعني كان هو ده الفيديو احنا اتكلمنا مع بعض كده عن احسن منصتين تقريبا. في حاجات كتيرة تانية وحنتكلم برضو لو جهازك ضعيف ايه احسن المنصات تحديدا اللي تقدر تنزل منها للجهاز الضعيف. فبس يا جماعة كان هو ده الفيديو. انزل بقى اعمل لايك للفيديو لو استفدت من الفيديو. اشترك في القناة فعلى الجرس اكتب لي بقى في الكومنتات حبيب نعمل ايه ومش حبيب نعمل ايه وهكذا يعني. فس يا جماعة كانوا ده الفيديو نشوفكم في الفيديو اللي جاي ان شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.